دائرة الاتهام لطفي نجل تبادل العنف مع جماعة هذوم نلقاوا لطفي نجل تلعوله البيرون تاعه الاف من المتظهرين وهبتوه عنوة بالضرب والضفر وحطوه في القاعة قدام الضرف اللاحي وبقع سحله هذي جموعة هاجة يقودها لجان حماية الثورة وبعض الأحزاب السياسية وبين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس أن سلسلة الاختيالات السياسية قاسمها المشترك هو دافع سياسي وأكد البكوش أن الحكومة الحالية هي المسؤولة عن هذه الاختيالات يمثل وصمة عار من جملة قضايا الاختيال في جبين القضاء والسلطة الحالية أمام ناس قاعدة تمارس في هذا وتغطي على هذا وتترك السلاح وغطاوا في وقت من الأوقات على الإرهابيين فالآن الإرهاب ضرب شيء من عروقه في البلاد ولهذا عملية اقتلاح تطلب جهد وتطلب وقت لكن مسؤولين عليهم خلوا بذرة الإرهاب تتزرع في تونس لأول مرة في ظل الترويك الحالية وفي نفس السياق بيان عباد الكيفي أن دائرة التعقيب ستنظر في قرارات دائرة الاتهام في انتظار ما ستفرزه محكمة التعقيب من نتائج